فهمي أنت كنت من أكثر منتقدين لطريقة لعب الترجي توا يبدو أنه فما النسبة من الرضاة داخل حتى الجمهير الترجية على الأداء الترجي فوز ضد السيابي 4 بلايش ثم فوز 2 بلايش قدام الأتوال جاء بعد سيطرة كلية على الهفر ويمتسب لا مش تعملي قضية لا مش تقضية لا 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 نحكيه على الرسم اللي يبدأ به ردج عادي 3.50 في أول الموسم أنا قلت حاجة غالت قلنا رأيه صعيب بشأنجح في الظروف الموجودة والرسيد البشري وقتها المتوفر ولقاء صعوبات ولا بروفان وردج عادي رجع للرسم العادي بتاع الترجي للعبيب السنوات الأخيرة الـ 4-3-3 والـ 4-2-3-1 معناها بإضافة بوغرين توا كغير هذا هو الأكثر الأقل أما زاد أنتقلنا اللي ثم ترجي وأرقام حكين عليها اللي هو عنده مشكلة هجومية بالأساس وورات المباراة الأخيرة للترجي هل يتبدل بين دو ماتش الأخرين واللي سبقهم من المباراة؟ اللي يتبدل منافس اليوم العب ضد منافس اللي هو عنده برشة مشكل والترجي كان واقع أكثر من النجم رادي الساحلي ترجي لعب على أخطاء النجم رادي الساحلي صارت أشياء في المباراة اللي استغلوا من الترجي وكانوا نقاط قوة ليه وجاء بينهم الأهداف ونقول لك أنه مش نحكي على النجم الساحلي بعد نجيك للترجي عليش لأنه نجم الساحلي ولا استاذيف نجم الساحلي هو مطالب النقاط نجم الساحلي خسر 3 نقاط لأنه مطالب يجيب النقاط بشيبها في الكورسة ويدافع لحظوظهم من أجل التأهل في مجموعة صعب خسر النقاط اليوم عنده مدرب جديد اللي هو عنده عمل قراءة اليوم تدخل أنت المباراة عندك ظروف ورسيد بشري وبرشة غيابية صرته في محور الدفاع عمل الاختيارات اللي يعملها لكن جاءت سيركونستانس أخرى في المباراة اللي هنا حقيقا قولينا غيرت كل شي الاسابع متع غفران النوالي اللي هو مدافع محورة تعرض الإسابة هذاك هو بد المباراة الخطأ اللي ممكن نقول ممكن طبعا لكابتن وساميري نجم ويعطيه أكثر تفاصيل أنا حسب ما شوفت كونه جاكن بيه وقت اللي يخرج من وسط الميدان متع نجم الساحلي وتخل محور الدفاع وقتها ترجي سيطر ترجي العبل لأنه مرينيش برشة وقتها بوغريني مرينيش برشة برنظان وهذاك هو الفيزيونومي بتاع المباراة تبدت وكان وقتها على لسعة جردة ربما ما معناها ممكن اللي يحاملوه جمهور النجم وحتى برشة ملاحظين ممكن أن شخصين اللي حاملو كونه إذا كان هو مش يبتوجه ونجح فيه تقريبا نشاو لا نحكي لك عن المباراة عن المباراة هذه مش يبتوجه كونه يكون دفاعيا متمركس خاطر ويخفل قدير لأنه ترجي قوية ترجي وقت اللي يطلع عليك إباقتك وصرتوها نلعب في ملعب راتس اللي مستنس بي أكثر من أجمال اللي سيحلي كان ربما يعني أنه يلعب معناه خرج جاكم بي كنت نتخلي وساطة ميدان دفاعي آخر تعاوض تحط ويو عندك وسام عبيد هو دخليها بالمساكن اللي هو أكثر ملاعبي هجومي دونك تحلت وساطة الميدان وترجي طلع وستوى دم الأخطاء كرة ثابتة سجل عليها واحد نقاط قوة الترجية ذي تمسي أنه قلنا الترجي وقت اللي يلقى مشكلة يلقى الكرة ثابتة حل وبتبع الهدف الثاني من ناجم يكون كان مسح عليه محمد علي برمضان ملعب استثنائي شوند فيزيون كيفاش بالتكنيكة دي كسجل الهدف فنقول وأنه الترجي استغلى جيدا أخطاء ناجم السيحلي